قد أجرى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويعد مشروع مستقبل مصر للزراع المستدامة قاترة مصر الزراعية وبكورة مشروع الدلت الجديدة لتحقيق الاكتفاء الداتي وتصدير الفائد إلى الخارج ويساهم في تقليل فطورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا وقد حرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية في إطار خطة الدولة لتعمير الصحار الشاسعة القابلة للاستصلاح وبالتنصيق مع وزارة الموارد المائية والرية نفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددا من المشروعات التنموية منها الاستصلاح الزراعي من الدلتة وحتى بنسويف والمينيا ومحافظات الصعيدة مشروع مستقبل مصر لهدف رئيسي هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية متعددة وأيضا التنمية الزراعية اللي احنا النهاردة بصدد الحديث عنها فاحنا بنتكلم عن الأهداف فهو ده الهدف الرئيسي للجهاز ولتعظيم الاستفادة من المورد المائي والاستغلال الأمثل للمياه يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراع بأنظمة الرئي المحوري والرئي بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الرئي الحديثة تنعينا مسك قطاع بطاطس تمام والحمد لله رب العالمين البطاطس من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم كله وبالنسبة لجهاز مشروع مستقبل مصر ده من بسم الله من أول ما بدأ المصروع والناس كلها في زيادة جدا وفي زيادة انتاجية رهيبة بنختار الأراضي الجيدة اللي صالحة للزراعة وبنبتد نوزحها بعد كده بناء على تحاليل المياه بنوزح تزرع بطاطس تزرع أمح تزرع شعير احنا بنزرع هنا محاصيل متعددة جميع أنواع المحاصيل طبيعة الزراعة هنا العمل على الاستراتيجية زراعة الحبوب أهمهم الأمح والزورة والفاصولية والفلسوية احنا بنعمله دورة زراعية طبعا للزراعات فيه أرض تصلح والمياه تصلح للزراعة البطاطس وزراعة الفلسوية وفيه أرض تزرع للزراعة البانجر والأمح والفاصولية وكده في المرتبة الأولى بالنسبة للمحاصيل للحبوب المحاصيل الاستراتيجية على رأسهم طبعا في المقدمة محصول الأمح ومحصول الزورة الشامية ومحصول الفول السوية وعباد الشمس اللي هي المحاصيل الزيتية والسمسم وفول السودان أهم ما يميز مشروع مستقبل مصر في الزراعة هنا رقم واحد التربة خصبة جدا جدا خالية من الحشائش خالية من الأمراض رقم اثنين أن مصادر المياه عزبة مفيش ارتفاع في الأملاح بنستخدم هنا طرق الري الحديثة زي ما انت شايف حضرتك كده ده اللي بيفوت من أحدى الطرق الري الحديثة الغرض المحاصيل المتنوعة دي كلها سد الفجوة الغزائية تمام وتصدير بعض المحاصيل والعمل على ايه؟ على عمل التوفير العملة الصعبة من بين جهود الدولة لتوسيع رقعة الزراعية ياتي ناشط جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كأحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية بمساحات وصلت إلى ما يقارب من ثمانمائة ألف فدان من الأراضي المستصلحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستراد